أستاذ محمد عبد الرحمن منور مهرجان البحر الأحمر الله يخليكم مبسوط بأول لقاء معاك ده شرف لي إحنا دايما بنتقابل مع بعض بس ده أول مرة فعلا في سبوتلايت النهاردة الدورة التانية لمهرجان البحر الأحمر طبعا بخبرتك في المهرجانات ودائما أنت بحب أشوف قراءاتك والنقد بتاعك للأفلام رأيك إيه في الدورة التانية لغاية دلوقتي؟ إحنا طبعا بقى أننا حوالي شهر مركزين مع تفاصيل الدورة جدول الأفلام حسب معظم اللي حضروا دار أولى أفضل بكتير فيه أفلام كتيرة في عليها العين سواء من الأفلام الجديدة أو من فكرة الأفلام الكلاسيكية فيه ثلاث أفلام مصرية هيعرضوا في إطار الترميم من الأفلام كمان اللي أنا مستنيها فيه فيلم فلسطيني اسمه الأسبوع في غزة أو آخر الأسبوع في غزة فيه أفلام سعودية زي كينك الحلبة وفيلم الخلاط وبين الرمال يعني فيه يعني المهرجانات مفروض من دورها أنا بتساعد السلمة المحلية كمان على إنها تتواجد أكتر غير طبعا الأفلام الأجنبية وغيرها غير العربية يعني بس كمان حابب يعني مبسوط بالجلسات الحوارية شارون ستون ناديل جاكي شان في نهاية المهرجان شاروخان هيتكرم في الافتتاح كل الحاجات دي بتعمل زخم كويس جدا السوق المهرجان كمان أري عنه كلام كويس قوي فأعتقد إنه الدورة هتبقى يعني بداية إن المهرجان يثبت أقدامه بين المهرجانات المنطقة المؤسرة لكن برضو لسه سنة ورا سنة ورا سنة المهرجان بيأكد دا يعني كمان تكريم الفنانة يسرى إنه هيكون في المهرجان دي السنة دي سفتكت فنانة ليلة علوية والسنة دي يسرى فالتواجد المصري قوي بقى هو التواجد المصري طبعا التكريم يسرى ده حاجة يعني كلنا نعتز بيها يسرى يعواجه بارز للسينما المصرية آخر أربعين سنة نيلي كريم عندها كمان جلسة حوارية حسين فاهم هيحضر مع فيلم خلي بالك من زوزو فإذا وإذا كان دول موجودين لكن الأجيال برضو الشباب كمان موجودة محمد فراج موجود على هامش المهرجان ليه حاجات فيه فيلم كمان مصري اسمه كاملة لإنجل مقدم فالزخم المصري أنا ما أظنش فيه مهرجان عربي بيقدر أنه يكمل من غير أو يعني ينتشر من غير الوجود المصري وده شيء بيساعدنا كلنا وبيساعدنا كمان الترحيب الكبير من المسؤولين هنا في جدة والمستاذ محمد التركي وبقية الفري المهرجان بالسينمائيين والإعلامين المصريين أنا طبعاً مستنية منك آخر مهرجان أعرف رأيك في الأفلام والأفلام اللي عجبتك عشان عافة أن أنت حريص أنت من الصبحك وتعب تسأل على جدور الأفلام فأنا عافة أنت هتحضر أفلام كثيرة فأساز محمد هندينا معادي آخر مهرجان أعرف منك رأيك في الأفلام إن شاء الله وإحنا برضو بنستنى من سبوت لايت نعرف منه ملخص الحدث فيه